اشتركوا في القناة في الخليج العربية يستكمل الخطوات نحو تحقيق استراتيجيات زراعية مستدامة تساهم في تعزيز الامن الغذائي وتطوير التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية بين دول مجلس التعاون وتناول الاجتماع الوزاري الموضوعات المتعلقة بالامن الغذائي من خلال تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة من اجل اعداد خطة تنفيذية لتوصيات الاجتماع الاول لمجموعة العمل الخليجية للامن الغذائي على ان تتواءم هذه الخطة مع الاستراتيجيات الوطنية للامن الغذائي مع تحديد اولويات التنفيذ كما تم استحداث لجنة فنية دائمة تعنا بالامن الغذائي تتبع لجنة التعاون الزراعي والامن الغذائي وتحديد مهامها واختصاصاتها اشتركوا في القناة